بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم يسرني أن أرحب بكم أنا أخوكم حسد صالح مرشد من الشبكات الرقمية في الفيديو الثالث والخمسون والخاص بمنهج أساسيات وصيانة الحاسوب والذي بيغطي منهج الأي بلس شاهد تعلم واستمتع شفنا في الفيديو السابق عملية التثبيت الخاصة بالويندوز اكس بي ولكن بعد التثبيت الروتيني وبعد أن قمت بتثبيت نظام التشغيل فهناك عدد قليل من العناصر التي يجب القيام بها ليتم الانتهاء من التنزيل بشكل فعلي وهي كالتالي عندي تحديث التعاريف وعندي إعادة تخزين الملفات وعندي التحقق من التنزيل وفي حال عدم آداءك لهذه المهامة الثلاثة فسوف تجد أن الويندوز لا يعمل بالشكل المطلوب وسوف نتكلم عن هذه الثلاثة نقاط بتفصيل أكثر تحديث التعاريف بعد أن تقوم بتنزيل نظام التشغيل وقد تجد أن بعض العناصر لم يتم إعدادها بالشكل الصحيح كذلك بعض الأجهزة والمكونات الهارد وير لا يوجد لها تعاريف على الويندوز اكس بي مما قد يتسبب في عدم عمل هذه الأجهزة رغم اكتشاف الويندوز لها أو قد يكون الويندوز تعريف لقطعه أو جهاز تعمل بنجاح إلا أنها قديمة مما تجعل من الجيد تحديث هذا التعريف يجب لك أن تتحقق من إصدار التعريف للقطع التالية وذلك من خلال زيارة مواقع الشركات المصنعة لها والتأكد أن ما هو موجود لديك هو أحدث برنامج تعريفي لها وهذه العناصر هي عندي اللوحة الأوم والرقاقات التابعة لها عندي محول الفيديو الفيديو أدابتر أو كرت الشاشة عندي محول الشبكة أو كرت الشبكة عندي كرت الصوت وعندي المتحكم بالقرص ولتحديث التعريف استخدم زر التعريف الذي يمكن الوصول إليه من خلال إدارة الجهاز ديفايس مانيجر هنا لما نشوف الديفايس مانيجر بيظهر لي ما هي الأجهزة المتصلة عندي بالجهاز الكمبيوتر ونجد هنا أنها كلها معرفة لأن لو كان اكتشف جهاز وهو غير معرف كان راح يعطيني علامة استفهام صفراء تعني أن هذا الجهاز لم يتمكن الويندوز من التعرف عليه استعادة ملفات بيانات المستخدم بعد قيامك بتنزيل نظام التشغيل عندها سوف تريد استخدام الكمبيوتر وهذه تضمن تنزيل التطبيقات والبرامج وإذا كان ذلك ممكنا فرح تحتاج عملية استعادة البيانات من جهاز الكمبيوتر القديم إلى هذا الجهاز أو من نظام تشغيل سابق إلى نظام التشغيل الجديد وأغلب الوقت يتم استعادة ملفات البيانات وذلك من خلال نسخها في وسائط نقل البيانات وهي مثل الفلاش، قرص الفلوبي، الأقراص الصلبة، الخارجية، الأشرط المغناطيسية وغيرها من وسائط التخزين المتنقلة بالإضافة إلى ذلك من الممكن أيضا يتم نسخ ملفات البيانات من كمبيوتر إلى آخر حيث أن الويندوز اكس بي يتضمن أداة يطلق عليها الفايل انت سيتنج ترانسفير ويزارد وهو معالج نقل الملفات والإعدادات حيث نستطيع استخدامه لنقل الملفات والإعدادات المستخدم الموجودة في كمبيوتر قديم إلى الكمبيوتر الجديد ولكي تعمل هذه الأداة يجب عليك أولا أن تقوم بتوصيل كلا جهازي الكمبيوتر بواسطة الشبكة المحلية أو من خلال كابل تسلسل سيريا الكابل تربط فيما بينهم وبعد الربط نقوم بتشغيل الأداة على كل الجهازين لكي يتم نقل الملفات والإعدادات من الجهاز القديم إلى الجهاز الجديد بشكل بسيط دون تعقيد كذلك تقدم لنا مايكروسوفت أداة أخرى يطلق عليها اليوزر استيت مايغراشن تول اللي هي بتعرف اختصارا بـ USMT وهي أداة بإمكانك تنزيلها من موقع مايكروسوفت الموجود على الإنترنت وتقدم نفس فكرة File and Settings Transfer Wizard مع تقديمها لأدوات متقدمة أكثر من الموجودة في Files and Settings Transfer Wizard التحقق من التثبيت آخر شيء يجب عليك القيام به بعد تثبيت الويندوز هو إجراء عملية التحقق وذلك يتم من خلال القيام بإعادة التشغيل ومن ثم تشجيل الدخول كمستخدم للجهاز والتأكد من أن نظام التشغيل يعمل كما هو مطلوب والتأكد من أن البرامج المناسبة موجودة على الجهاز وجميع المكونات اللي موجودة على الجهاز مثل كرت الشبكة وكرت الفيديو وكرت الصوت وخلافه تعمل بالشكل الصحيح ترقية نظام التشغيل عندما يتم تنزيل نظام التشغيل على جهاز كمبيوتر لا يحتوي على نظام تشغيل عندها يطلق عليها عملية تثبيت كذلك في حال قمت بإضافة نظام تشغيل بجانب نظام تشغيل آخر موجود في الجهاز مما راح يعطينا الادوال بوت إقلاع مزدوج بحيث نقوم عند بداية تشغيل الجهاز باختيار نظام التشغيل الذي نريد العمل عليه بهذا الجهاز هذه العملية يطلق عليها أيضا تثبيت أما إذا قمت بتبديل نظام التشغيل بنظام تشغيل آخر أحدث مع الإبقاء على البيانات وملفات التطبيقات والبرامج هذه العملية يطلق عليها ترقية نظام التشغيل أو ترقية نظام التشغيل عملية تثبيت نظام التشغيل مع أي نظام تشغيل آخر طبعا ما يوجد لدينا فيها أي قيود بينما عملية الترقية أنك تحدث النظام من نظام قديم إلى نظام حديث فنظام التشغيل يجب أن يكون متوافق مع نظام التشغيل القديم الذي سوف يتم تنزيل نظام التشغيل الحديث عليه فمثلا الويندوز اكس بي هوم نستطيع ترقيته على جهاز يحتوي على نظام التشغيل ويندوز 98 أو ويندوز 100 أما نسخة الـ XP Professional فنستطيع ترقية نظام التشغيل على الجهاز من الإصطارات اللي هي ويندوز 98، ويندوز 100، ويندوز NT، ويندوز 2000، ويندوز XP، هوم عندنا الأداة اللي هي الـ Windows NT32.exe هي أداة يتم استخدامها للبدء في عملية الـ Upgrading أو ترقية نظام التشغيل الخاص بـ Microsoft الترقية إلى الـ Windows XP عملية الترقية إلى ويندوز XP هي عملية بسيرة جداً وهي تتم بالخطوات التالية الخطوة الأولى اللي هي ادخل الـ CD واختر تثبيت الـ Windows XP من القائمة التي سوف تظهر الخطوة الثانية برنامج التنزيل سوف يتحرى بأن جهازك هو يحتوي على نظام تشغيل مثبت وسوف يظهر في القائمة خيار Upgrade وبين قوسين ينصح به قم باختيارها وانقر التالي لبدء عملية الترقية الخطوة الثالثة التنزيل سوف يسألك عن الموافق على اتفاقية المستخدم النهائي ومن ثم ادخال مفتاح المنتج وتحميل النسخة المحدثة لبرنامج التنزيل إذا كان ذلك ضرورياً الخطوة الرابعة وهي عملية التنزيل تقوم بنسخ الملفات بعدها سوف تحدث إعادة التشغيل مرتين وسوف يستمر مثل عملية التنزيل الويندوز اكس بي بشكل طبيعي بمجرد الانتهاء من عملية التنزيل عندها تقوم بعمل تنشيط للويندوز طبعاً والمفتاح الخاص بمنتج نظام التشغيل الويندوز سؤال هل ينبغي لك الترقية إلى ويندوز اكس بي؟ الجواب هو لا وذلك لأن آخر حزمة التحديثات للويندوز اكس بي من مايكروسوفت هي كانت SP3 اللي هي Surface Pack 3 والتي كانت في نهاية عام 2014 وبالتالي أي مشكلة سوف تحدث في الويندوز اكس بي كاختراق أو ثغرة أمنية فسوف لن تقوم مايكروسوفت بسد هذه الثغرة كون مايكروسوفت توقفت عن عمل تحديث للويندوز اكس بي لكن ممكن أنك تحدث لويندوز اكس بي وبعد تحدث لويندوز سفن مثلا هذا لو أنت تبقى تمشي في نظام الترقية أو لحال أنك تحذف الويندوزات القديمة زي ويندوز 98 موجود عندك في الجهاز وتنزل ويندوز سفن كتثبيت انستليشن أو زي ما قلنا كتحديث كترقية نزل الويندوز اكس بي وبعدها نزل الويندوز فيستا ومن ثم الويندوز سفن لأنه زي ما ذكرنا الويندوز اكس بي أصبح غير مدعوم من مايكروسوفت فبالتالي أي اختراق زي ما ذكرنا ثغرة مشاكل مايكروسوفت ما رح تساعدك في حل المشاكل المتعلقة بهذا الويندوز انهاء الترقية بعد اكمال الترقية قم بتنزيل آخر التحديثات التابعة لنظام التشغيل من موقع مايكروسوفت اجراء تنزيل الاصلاح لدينا حالات يصبح فيها نظام التشغيل غير مستقر ووجد به مشاكل عندها سوف نحتاج إلى عملية اصلاح للويندوز هنا تقدم لنا مايكروسوفت الريبير انستول وفكرته هي انك تريد اصلاح نظام التشغيل مع الابقاء على حسابات المستخدمين وملفاتهم وذلك يتحقق من خلال تشغيل الريبير انستول واللي هي رح تعمل على نظام تشغيل يعمل مسبقا بحيث انا عندي في نافذة الترحيب الخاصة بتثبيت الويندوز XP عندي الخيار R اللي هو يشير الريبير فهنا لو نقرت في لوحة المفاتيح الحرف R فعندها رح يتم عمل تصليح لملفات نظام التشغيل بحيث يتم البحث عن ملفات النظام التالفة واستبدالها بملفات صالحة مما يعيد نظام التشغيل الى عمله بشكل طبيعي وكأنه نسخة تم تنزيلها جديدة لا تحتوي على ملفات تالفة اضافة جهاز في الويندوز XP لاضافة جهاز اللي يعمل مع الكمبيوتر مثل الطابع الماسح الضوئي الكاميرا الى اخره عندها العملية سوف تمر باربعة مراحل وهي كالتالي لدينا المرحلة الاولى وهي ان نقوم بتركيب الجهاز وذلك من خلال وصله بجهاز الكمبيوتر وذلك اما من خلال ربطه بكرت داخلي او كرت خارجي يتم تركيبه في فتحات التوسع الموجودة في اللوحة الام او من خلال منفذ من منافذ الكمبيوتر المرحلة الثانية وهي قوم بتشغيل الكمبيوتر ومن ثم الانتظار ان يتعرف الويندوز على القطع الجديدة اذا الويندوز قام بالتعرف على القطع الجديدة عندها سوف يظهر لنا الويندوز اكس بي نافذة بان الويندوز اكس بي قد اكتشف انه يوجد قطع شديدة وسوف يعطينا خيارين الخيار الاول هو ان يقوم الويندوز اكس بي بعملية تعريف للجهاز بشكل اوتوماتيكي الخيار الثاني وهو ان تقوم بتحديد المكان الذي يحتوي على التعريف من القائمة التي سوف يتم عرضها لك في حال قمت باختيار الاختيار التلقائي وهو ان يتم تثبيت التعريف اوتوماتيكيا عندها الويندوز سوف يقوم بالبحث عن التعريف الخاص بهذا الجهاز في داخل قاعدة بيانات التعريفات التي تأتي مع نظام التشغيل او فيما بين التعريف التي يتم تثبيتها مسبقا وفي حالة انت قمت بتثبيتها اثناء عملك على الجهاز ثم يتم البدء في تثبيت التعريف ومن ثم تفعيل الجهاز الجديد الخطوة الثالثة بعد ان يجد الويندوز التعريف فانه يقوم بتحديد ما اذا كان سيعمل على الجهاز بالشكل الصحيح ويعطيك فرصة لوقف التثبيت اذا رأيت التعريف غير صحيح الخطوة الرابعة يقوم الويندوز باخبارك بان الجهاز قد تم تثبيته في حال لم يتمكن الويندوز اكس بي من ايجاد التعريف الصحيح للجهاز عندها سوف يقوم بالبدء في عملية اكتشاف الاخطاء واصلاحه التربل شوتينج لمساعدتك في عملية التثبيت وهنا قد تضطر الى احضار السيدي الذي يحتوي على التعريف الخاص بالجهاز وتقوم باستخدامه واختيار الخيار الثاني وهو ان تقوم بتحديد مكان التعريف مثل محرك الاقراس الليزرية او اذا ما كان السيدي متوفر لديك عندها من الممكن ان تقوم بتنزيل التعريف من الموقع الشركة المصنعة للجهاز والموجود على الانترنت تسلسل الاقلاع للويندوز اكس بي سواء لاختبارك في الاي بلس او الحيال العملية في صيانة الحاسوب يجب عليك فهم عملية الاقلاع للويندوز اكس بي حيث ان الويندوز اكس بي يتطلب عدد من الملفات لكي يقلع عندنا المرحلة الاولى طبعا عندي انا هنا مراحل اقلاع ويندوز اكس بي حيث يوجد لدينا فعليا عشرة خطوات كخطوات لاقلاع ويندوز اكس بي وهي كالتالي الخطوة الاولى يقوم النظام بالتحقق الذاتي من سلامة القطع المكونة لجهاز الكمبيوتر وذلك يتم من خلال نظام البيوس في عملية يطلق عليها البوست اللي هي الpower on self test والذي تنفذه من خلال اوامر طبعا اللي رح يتم تنفيذه من خلال اوامر مكتوبة على اللوحة الام الموجودة في الكمبيوتر والتحقق من ان المكونات الموجودة في المكونة لجهاز الكمبيوتر والاجهزة الطرفية المتصلة بالكمبيوتر هي تعمل بالشكل الصحيح الخطوة الثانية الMPR اللي هو الماستر بوت ريكورد يتم تحميله والعثور على السكتور الخاص بالبوت اللي هو الخاص بالاقلاع وعند الانتهاء الMPR الذي سوف يقع على القرص طبعا على القرص الصلب الاول ويتم تحميلها في الذاكرة الMPR سوف يجد طبعا الactive partition اللي هو الجزء اللي رح يقلع من خلاله الخطوة الثالثة الMPR يحدد الفايل سيستم ويقوم بتحميل ملف يطلق عليه الntldr.aexe واللي هو ايضا يطلق عليه الntloader وهو ملف من ملفات الاقلاع الخاصة بwindوز اكس بي ويتم تحميل ملف الntldr الى داخل الذاكرة طبعا عفوا الntldr اللي هو اختصار الntloader ممكن نقول عنه ntldr.aexe او هو بيكتب اختصارا ntldr الخطوة الرابعة الntldr او الntloader يقوم بتحويل النظام من الreal mode الى الprotect mode وتفعيل الباكينغ واللي هو واللي هي الفيرج والميموري البرودكت مود هي تجعل النظام قادر على معالجة الذاكرة الفعلية المتوفرة وهنا سوف يتم تشغيل الفايل سيستم وهنا سوف يتم تشغيل الفايل سيستم الخطوة الخامسة اللي هي الntldr سوف يقوم بمعالجة الملف اللي هو الboot.ini وهو ملف نصي موجود في الدليل الجذري الروت وهو يحدد ما هي انظمة التشغيل المثبتة على الكمبيوتر ومكان تواجد كل نظام تشغيل على القرص الصلب في هذه الخطوة من خطوات الإقلاع سوف يتم عرض قائمة للمستخدم تحتوي على انظمة التشغيل اذا كانت موجودة والمثبتة على الكمبيوتر لكي يتم الاختيار فيما بينها واذا لم يقوم المستخدم باتخاذ اي اجراء عندها يتم تحديد نظام التشغيل الذي سوف يعمل بشكل افتراضي واوتوماتيكي الخطوة السادسة في اقلاع الويندوز وعمله هي الـ NTLDR سوف يقوم بتشغيل ملف يطلق عليه الـ NTD-ETEC.com حيث يقوم النظام بتثبيت الاجهزة واعدادها ويقوم بتهيئة الاجهزة التي يجدها ومن ثم يمرر المعلومات الى ملف الـ NTLoader الذي يقوم بجمع هذه المعلومات ويمررها الى ملف الـ NTOSCARNL.EX بعد ان يتم تحميله الخطوة السابعة اللي هي الـ NTLoader او الـ NTLDR سوف يقوم بتحميل الملف اللي عندي ملفين رح يحملهم عندي الـ NTO اللي هو الـ NTOSCARNL.EX والـ HALTDLL الـ NTOSCARNL.EX الذي سوف يتحمل نظام التشغيل الكيرنل واللي هي نواة نظام التشغيل وما يعرف بـ Executive Subsystems النظم الفرعية التنفيذية وهي عبارة عن مكونات برمجية والتي تقوم بتحليل الـ Registry للحصول على معلومات الاعدادات الموجودة والخدمات والتعاريف الموجودة على الجهاز عندي ملف الـ HALTDLL يفعل الاتصال فيما بين نظام التشغيل والأجهزة المثبتة الخطوة الثامنة عندي الـ NTLDR يقوم بتحميل الـ Registry واللي هو عندي الـ HKEY LOCAL Machine System ويقوم بتحميل تعاريف الأجهزة وهذه التعاريف التي يتم تحميلها في هذا الوقت هي لها علاقة بعملية الإقلاع حيث يتم استخدام قيم أولية تسمى بـ Start Value الخطوة التاسعة الـ NTLDR يقوم بنقل التحكم إلى ملف الـ NTOSCARNL.exe حيث سوف يقوم بتهيئة التعاريف التي تم تحميلها وإكمال عملية التقلية الإقلاع الخطوة العاشرة اللي هي ملف الـ WinLogin.x سوف يتم تحميله وفي هذه المرحلة سوف يتم إظهار شاشة تشجيل الدخول بعد أن تقوم بإدخال اسم المستخدم وكلمة السر والتي سوف يتم بعد ذلك أخذك إلى سطح المكتب الخاص بالمستخدم الذي قمت بإدخاله في داخل نظام التشغيل الـ Windows مثل ما شوفنا هنا أنه عملية إقلاع الـ Windows أي أنه يعمل الـ Windows بتتم بعاشر خطوات ورأينا مجموعة من الملفات الخاصة بالـ Windows التي تعمل في نظام إقلاع الـ Windows وعمل الـ Windows حيث أن نظام التشغيل الـ Windows بيحتوي على مجموعة من الملفات من ضمن هذه الملفات ما ذنب ذكره والخاص بنظام الإقلاع فإذا أنت قمت أحيانا بتشغيل الجهاز وحاول أن يقلع من خلال نظام الـ Windows ومن ثم فشل الإقلاع فعندها واحدة من هذه الملفات التي تم ذكرها قد يكون تم حذفها أو قد يكون تم حصل تعديل فيها قد يكون هذا التعديل بقصد أو من غير قصد مثلا أنك أنت دخلت على هذه الملفات وعدلتها يدويا مثلا أو لعبت فيها أو أن في فايروس يعني قام بالتلاعب بهذه الملفات فعندها لن يتمكن الـ Windows من الإقلاع فلا بد أن تكون هذه الملفات سليمة ولم يتم مثلا حذفها أو التلاعب بها أو التغيير في إعداداتها لكي يتمكن الـ Windows من الإقلاع العمل مع الإقلاع المتسلسل نعم رأينا عملية الإقلاع بشكل طبيعي ولكن في حال حصول مشكلة فقد نحتاج إلى استخدام خيار من الخيارات الخاصة بالإقلاع المتسلسل البديلة وهي كالتالي عندي خيار الـ Safe Mode، عندي الـ Recovery Console، عندي الـ Restore Points، وعندي الـ ASR الـ Safe Mode، الوضع الآمن وهي طريقة لتشغيل الـ Windows بالحد الأدنى من التعريف والملفات والبرامج والتي يتم استخدامها لإقلاع الـ Windows ونحتاج إلى أن نقوم بتشغيل الـ Windows بالوضع الآمن عندما يكون لدينا برنامج أو تعريف يسبب لنا مشكلة في عمل الـ Windows ونحاول أن نقوم بحذف البرنامج أو هذا التعريف ويتم رفض الحذف وبالتالي لا نستطيع الحذف عندها نقوم بتشغيل الـ Windows على الوضع الآمن حيث أن تحميل الحذة الأدنى من ملفات الـ Windows سوف يعطينا إمكانية حذف البرنامج أو التعريف الذي لم نكن قادرين على حذفه عند عمل الـ Windows بشكل طبيعي لإقلاع الـ Windows بالـ Safe Mode نقوم بإعادة تشغيل الكمبيوتر ومن ثم عندما يبدأ العمل وقبل الإقلاع نقوم بنقر المفتاح F8 الذي موجود في لوحة المفاتيح ونستمر في نقر F8 حتى تظهر لنا قائمة بالشكل التالي هذه القائمة زي ما احنا شايفين بتحتوي على عدد من الخيارات من ضمنها ثلاثة خيارات لإقلاع الـ Windows عندي الـ Safe Mode طبعاً ثلاثة خيارات لإقلاع الـ Windows من خلال الـ Safe Mode فلدينا فاللي هي ثلاثة خيارات هي كالتالي عندي الـ Safe Mode وهو يعني أن يتم الإقلاع بالـ Windows بالوضع الآمن الخيار الثاني اللي هو Safe Mode with Networking وهو في حال كان الجهاز متصل بالشبكة والإنترنت ونريد الاستفادة من هذا الاتصال يعني بحيث نحن نتصل بالـ Safe Mode مع إبقاء الاتصال الموجود بشبكة الإنترنت أو بالشبكة فعندها نختار هذا الخيار الخيار الثالث اللي هو Safe Mode with Command Prompt وهي إقلاع الـ Windows بالوضع الآمن مع موجه الأوامر وهو يعني أن يتم التعامل مع الـ Windows بالأوامر النصية الوضع الأكثر استخداماً هو أن نختار الـ Safe Mode وطبعاً تكون مضلل عليها وننقر الزر إنتر عند إقلاع الـ Windows بالـ Safe Mode سوف يتم تحميل الملفات أو يتعتبر الحد الأدنى من ملفات الـ Windows والتي ستظهر أمامنا أثناء عملية الإقلاع من خلال الـ Safe Mode بعد أن يتم تحميل الملفات فسوف يكون سطح المكتب بخلفية سوداء زي ما هو ظاهر أمامنا وفي كل زاوية من زوايا سطح المكتب الأربعة سوف نجد عبارة وفي هذا المود نستطيع أن نقوم بحث التعريف أو البرنامج الذي لم نكن قادرين على حثفه عند إقلاع الـ Windows بالشكل الطبيعي منفذ أو وحدة الاستعادة وهي أداة تعتمد على الأوامر النصية تستخدم عند حصول مشكلة للـ Windows تمنع الـ Windows من أن يقلع عندها نقوم بواحدة من الحلول أن أدخل على الـ Windows من خلال الـ Recovery Console وهذه تتم بطريقة من الطريقتين الطريقة الأولى وهي من خلال الـ Windows CD يعني الـ CD الخاص بالـ Windows الطريقة الثانية وهي أن يتم تثبيت الـ Recovery Console على الـ Windows قبل حصول التلف للـ Windows بحيث عند حصول التلف للـ Windows نقوم بإعادة تشغيل الجهاز وقبل محاولة الإقلاع نقوم بالنقر على المفتاح F8 طبعا موجود في لوحة المفاتيح ونقوم بالنقر عليه بشكل متكرر فتظهر قائمة تحتوي على عدد من الخيارات من ضمنها اللي هو الخيار Microsoft Windows Recovery Console وعند اختياره تتم المعالجة وتظهر لنا نافذة سوداء وهي الخاصة بالـ Recovery Console ونكتب أوامر الإصلاح الخاصة بالـ Windows حيث من خلال الـ Recovery Console نستطيع إيقاف وتشغيل خدمات الـ Windows والتفاعل مع الملفات المخزنة على الفات 16 والفات 32 أو الـ NTFS كذلك إصلاح ملفات الإقلاع وإصلاح الـ Windows بشكل عام من خلال الـ Recovery Console الـ Restore Points استعادة النظام يسمح لك باستعادة نظام التشغيل اللي هي نقاط الاستعادة اللي هي الـ Restore Points بحيث أن أستطيع من خلالها أن أستعيد نظام التشغيل إلى نقطة سابقة تتمثل في مدة سمنية سابقة كان يعمل فيها الـ Windows عملية إنشاء نقاط الاستعادة تتم تلقائيا بشكل أوتوماتيكي في الـ Windows XP مع إمكانية إنشاء نقطة استعادة يدويا بحيث نقوم بإنشاءها في وقت يكون الـ Windows فيه يعمل بشكل صحيح بحيث عندما يحصل تلف للـ Windows نقوم بعمل استعادة للـ Windows من خلال نقطة الاستعادة بحيث نقوم باستعادة الـ Windows على الحالة التي كان عليها في الوقت الذي تم فيه إنشاء نقطة الاستعادة الـ Automated System Recovery اللي يعرف اختصارا بها الـ ASR استرداد النظام الآلي وهي يتم من خلالها إنشاء قرص CD التي يمكنك استخدامها لاستعادة أجزاء من النظام لنظام التشغيل في حالة حصول فشل وتلف لنظام التشغيل ولعمل ذلك نذهب إلى قائمة إبدا ومن ثم كل البرامج ومن ثم البرامج الملحقة الـ Accessories ومن ثم أدوات النظام System Tools ومن ثم ونقوم بأخذ نسخة باكب في CD مثلا من خلال الـ ASR اللي هو الـ Automated System Recovery الخصائص والأدوات الموجودة في الـ Windows XP لدينا مجموعة من الخصائص والأدوات اللي بتأتي مثبتة على نظام الـ Windows XP أهمها لدينا System Restore لدينا الـ Windows Defender لدينا الـ Windows Firewall لدينا Security Center لدينا الـ Windows Reporting لدينا الـ Remote Desktop Connection وعندنا الـ Remote Assistance هذه الخصائص والأدوات بعضها بيكون مفاعل تلقائيا وبعضها يكون غير مفاعل ويحتاج إلى تفعيل وكل واحدة من هذه الأدوات لها وظيفة أو بعضها يكون له أكثر من وظيفة طبعا في هذا الفيديو رح نتوقف عند هذا الحد لكن بإذن الله من الفيديو القادم اللي هو الفيديو الرابع و الـ independي رح نتكلم عن هذه الأدوات يعني ما هي وظيفة كل أداء من هذه الأدوات وما هي الأدوات اللي تكون مفاعلة تلقائيا والأدوات الغير مفاعلة تلقائيا والوظيفة ووظائف اللي يتقدمها كل أداء الى هنا نصل لنهاية هذا الفيديو كان معكم حسب مرشد من الشبكات الرقمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته